طورية الجيش عملية الهدم موقفشي او تهديد الشعب موقفشي عند الطبقات المتوسطة ورقيقة الحال انما حتى في خناقات الكبار لان الجيش بيتدخل وحاضر لدرجة انه بيتم استخدام الجيش لتصفيد صراعات بين رجال الاعمال الحيتان الكبار وده اللي شفناه من يومين ايه السؤال تقدر تقول لي ايه داخل الجيش في خناقه بتحصل ما بين حوت كبير ورجل اعمال كما يدعى الناس اسمه شام طلعت مصطفى ورجل اعمال تاني اسمه احمد البلتاجي واحمد البلتاجي ابن ممدوح البلتاجي اللي كان وزير قبل كده في حكومة نظيف تقريبا او في ايام مباركة الاخيرة ايه اللي يخلي الجيش يدخل في الخناقه دي ويخش الجيش عشان يهدم مطعم اسمه لوسيدا بتاع احمد البلتاجي موجود في قرية اسمها عايسيندا بالسحل الشمالي ايه اللي يخلي الجيش يدخل في القرصة دي انا فعلم ان اللي يدخل في القرصة دي وزارة العمران أو وزارة الإسكان وزارة السياحة البلدية محافظة حافظة اسكندرية أو محافظة مطروح عارفش هي تابع إيه بصراحة يعني هيسندة يعني معارفش هي تابع محافظة اسكندرية أو تابع محافظة مرصة مطروح إنما هي في السحل الشمالي اللي خلي الجيش يروح بقوات باسلة وبالأسلحة وبعدة الحرب أنا أعرض لك الفيديو بتاع بلدزر الجيش وهي بتهدم مطعم اسمه لوسيدة مطعم والله عمري ما روحته ولا عمري دخلتها هيسندة أصلا يعني أنا كنت يعدي عليها كده مرور الكرام وكان يتقلي جمال مبارك علاء مبارك مبارك بيقعد في القرية دي ما علينا يعني اللي يخلي الجيش يبعد قوات بالعتاد وبأسلحة حرب عشان يهد مطعم اتفرج على الفيديو ده يا ميزو أهو راك غريبة قوي أن الجيش بقى قس في أي حاجة وسخة يومين دول غريبة قوي غريبة قوي انك انت تلاقي زابط جيش في مدينتي بيدوس دكتورة سيدلنية غريبة انك انت تلاقي اسماء قادة الجيش في حاجات قزرة جدا اللي علاقة بالفساد الفاضح قوي ده حتى انه هيصين ده دي قاري عشان تخشها يبقى انت من الناس اللي هاي قوي من الاغنية ولما تخش تقدم رجلي وتأخر الرجل انك بتتفرج على كريمة البلد غريبة قوي انك تلاقي الجيش انا في فيديوهات تانية يا ميزو لو شفتها تلاقي عسكر الجيش شايلين الكلاشنكوف ولابسين عادة الحرب وداخلين على ناس بلبيس ايوة ناس بتصيف يعني يعني ناس اقصى واحد فيهم لابس حشما لابس شورت يعني ما تداعي بس يا ميزو انه بيطعب شوية هاتلي الفيديو بتاعي لنا بقولك عليه ده جنود داخلين كده على الموقعة او المكان ده هايسين ده لابسين عتاد الحرب وكلاشنكوف على ناس اخر ما ممكن سلاح يمسكوه هو مضرب راكت اخر حاجة ده غير طبعا مش اكلمك عن الستات لابسة ايه لان لو شفت لابسة ايه هقولك بس انا ما شفتش او مفيش لبس يعني اي الحلين انت حر بقى داخلين على ناس بالطريقة دي ناس رايحت هايسوت هانكر داخلين عليهم بعتاد الحرب انا لما شفت الفيديو الحقيقة استغربت جدا ايه داعي للمبالغة الشديدة انك مدخل عربية او معدة عسكرية عليها جنود مسكين كلاشنكوف ولبسين عتاد الحرب والحاجات دي ايه انت بتخوف مين ولما السؤال او السوشيال ميديا بقى انتفض وسأل ليه موجود جبته طب اعرضه كده الله يخليك اعرضه اعفن اعفن شايفي الشرطات لا ارجع فريمين وراء ارجع فريمين وراء شايفي الشرطات الناس بالشرط وشباشي ببحر الناس دي رايح ليه انت لناس سيدي ده الرجالة وقتي الشرطات عادية جدا وظلوتي ملوتي انت ايه اللي وديك اصلا بمعدة عسكرية عليها جنود مسكين سلاح وعملين كده وحاجات انتوا رايحين تفتعوا عكا انتوا رايحين تحاربوا ناس ده الناس مفيش حاجة خال ده الناس دي اخر علاقتها بالنار انها شاوت سمك فقط لغير يعني اخر علاقتهم بحاجة اسمعها النار او الفاير انهم قاعدوا يشووا سمك ايه ده انك تخش بالعتاد العسكري ده عشان تفض مطعم انك مع انك انت ممكن تبعت عربيات البلدية ولما السوشة الانتفض بص بص ايوا شايف المنظر اه شايف المؤدي العسكرية شايف عربية عسكرية هي بص كل عربية عليها اتنين تلاتة جنود واحد ساق واحد جنبه وابعت يا معلم رايحين فين يا اخوانا اعلننا الحرب ما كانش ناقص بس في القصة دي غير حاجة واحدة اميزه ان يطلع المتحدث العسكري يقول بسم الله الرحمن الرحيم استطاعت قوتنا الحر الاشاوس الميامين لا مش الحر الغر استطاعت قوتنا الغر الاشاعس الميامين ان تقتحم هيسيندا واستطاعت تدمير الموقع العسكري لوسيدا دون اراقة اي دماء هذا وقد عادت القوات بمجموعة من الاسرة شويتين سمك على حتتين لحمة على سندوتشين بيرجر دا غير انهم خدوا من العدو الحقيقة بيقولوا جاءاني الان البان التاني انهم خدوا من العدو مجموعة شرطات رجالي وميوهات حريمي قطعة واحدة سوري قطعتين ولما السوشل انتفض وسأل ليه الجيش يتدخل في الخناقة دي بين رجال الاعمال يطلع مطلبراتي السيسي على نغمة واحدة مغدوش يا بقى لا سوري مش دي النغمة يدفع عن الجيش ويتهم المعترضين بانهم بيكرعوا جيش بلدهم وانهم بيروجوا اكاذيب وطبعا لما نقول معرضين مصر نتكلم على عمر قديب واحمد موسى ونشأت وش الدرج طلعين يدفعوا نفس النغمة اسمع كده تم هدم جزء من المبخ هو الجيش ميلو بعد قال لك ايه دا طبعا راح وجابوا الجيش معا يهد عشان يحسم لا انا عايز اقول لحضرتك معلومة مهمة جدا فالولاية والاشراف والترخيص لو قريته حتى الترخيص والحصول على كل الترخيص من المؤسسات العسكرية المسؤولة عن هذا الامر استمرار للشيعات واستمرار لاستهداف القوات المسلحة واستمرار لاستهداف المؤسسة العسكرية هيفضلوا اي حاجة تحصل شوف اي حاجة خدش يحدث قوات المسلحة خناقة تحدث قوات المسلحة حد عمل مشكلة قوات المسلحة هو استهداف للجيش ليه دا السؤال بقى لماذا الزج باسم القوات المسلحة المصرية في مثل هذه الامور احترم يا راجل الراجل بيسأل لماذا الزج اسأله زجه بالفيديو اللي انت عرضته من شوية بيقولك لماذا الزج وزج دي بالصعيد يعني دفع بوش بيقولك لماذا الزج ما تخلي عندك دم يا ميز وقوله انتو ليه بيزجه بالقوات المسلحة اعرضوا الفيديو يا راجل اللي انت عرضته من شوية بتاع القوات المسلحة عشان تعرف لماذا الزج اعرضوا الفيديو كده اعرضوا الفيديو اهو لماذا الزج بقى ليه بتزجوا ما هو ما هو مضرعات او معدات من العسكرية اقف فينا اقف فينا اقف فينا اقف فينا يا راجل اقف فينا يا راجل ما تقفش عند العربية البيضة اقف عند العربية في النص اقف عندها ارجع 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 ايوة ايوة العربية ده هي هي دي العربية دي بلونها ده مش جيش بلاش كده الجنود اللي شايلين بالاسلحة دي مش جيش الجنود دول مش جيش لماذا الزج الغريبة انه هما بيوحدوش الخطاب بيسموها المثقفين سردية ازوط السردية ما هو انت ما تسألش سؤال يا وش الدرج يا نشأت وعمر قديب بيكلم عليه عمر قديب بيقول ان الجيش راح هناك لانه الجيش مسؤول عن حماية الشواطئ ولانه نشأت عبيت القرية لو كان خط سردية كويسة وقرى الكلام لاخره وكان سمع الكلمتين اللي قالهم عمر وما قالش السؤال اللي عبيت لماذا الزج بس احنا عرفنا ان في ترتيب سامسونج عمر ياخد كل حاجة او يبتدع يبدع ونشأت وكان فيه مهمة في البلاط سوري في القصورة الملكية اسمها المارمطون في المطبخ الملكي بتلاقي الشفات الكبار فيه بقى مهمة كده بتاع واهر اسم المارمطون المارمطون ده اللي يروح يجيب حاجة يعمر حاجة ويرجع مش هو يرجي يعني نشأت ديهي واحمد موسى مارمطون عند سامسونج لانه بيسأله سؤال عبيد وقولك لماذا لماذا تزجي بالجيش انه ما شوفه عمر بقى عمر قالك ايه قالك لان الجيش مسؤول عن الشواطئ دي هنقشوا بعدين الناس مش بيتروج اكاذيبي عمر انت وش الدرج والبدنجانة عشان الناس شافت بقينيها الفيديو ده وعارف ان الجيش اللي افتخروا بيه في نصر اكتوبر 73 مش هو ده الجيش بعد كامب ديفيد دول ولاد الكامب السيسي ابن الكامب ايه والله وبعد ما ماضينا اتفاقية قناقة كامب ديفيد كان فيه ملخص في الاتفاقية دي الجيش يتحول لإيه فجيش مصر قبل اتفاقية كامب ديفيد حاجة انا بقولك بعلم وتحدى كلب يفتح بقف اللي انا بقوله ده جيش مصر قبل اتفاقية كامب ديفيد حاجة وبعدها حاجة تانية وقبل السيسي حاجة وبعد ما السيسي وصل للحكم حاجة تانية خالص جيش اكتوبر مش موجود مش هو اللي موجود دلوقتي دلوقتي يبقوا مشلة حرامية لصوص منتفعين بارونات مخدرات ايو الله ايزا يبقى قولك كده حاكم بارونات المخدرات في كولومبيا وفي امريكا اللاتينية بيستعينوا بايه بيستعينوا بالجيش انا عايز اقول لحضرتك ان اعصابات المخدرات في امريكا اللاتينية الجيش بتاعهم كان بيرمي لهم من فوق اسلحة كلاشنكوف كان شريحة من واحد انا عارفه بس بيش اقول بلده ايه يعني الجيش دلوقتي تحول الى بارونات مخدرات شوية بلطجية بيبلطجوا عالشعب ويدهسوا ويدوسوا عليه